موسيقى صباح الخير وأهلا بكم أسبوع على لقاء معراب فماذا بعد سؤال تتشعب منه محاور عدة نناقشها في حوار اليوم مع ضيفنا دكتور بيار رفول المنصق العام للتيال الوطني الحر صباح الخير دكتور صباح النور أول شيء أسبوع برأيكم أجهدت في مبادرة معراب أو بالعكس بعدها بمسار الطبيعي بعدها بالمقدمة يعني شو أجهدت يعني هيك دقري لأنه مواقف الكتل السياسية ما كانت كثير متجاوبة حتى الساعة للأسف هذه مش بس اللي صار بمعراب وينما بالتيار بيعمل تفاهم نعم بيصير فيه مشكل بيعملوا تفاهمات والتصالحات بين بعضهم كل الناس بتم بسيط وبتعلق بإيجابية إلا وقت اللي تيار عملت فيهم مع حزب الله قامت لأيامي نعم واليوم نفس الشي برأيك أبدا زيت الشي بس اخذ بالله شو شو خطيطه العميد ميشيل عون أنه صاحب مشروع تغيير وإصلاح هذه القطية تبعو له هيدا الجرم اللي عمله ليش عم بيصير هيك طب اتفقنا نحن حزب الله ضد إسرائيل نعم ونبني دولة اتفقنا مع القوات اللبنانية على مشروع الرئيسي وعلى عدة نقاط ببناء الدولة بيمنع الفساد بالبلد بعدة نقاط شو المشكل نعم ليش مش عجبون ليش التيار بس يعمل حركة مضبوط بيعمل عاصفة ليه ليه الموضوع هذا أو الهوية بتعمل عاصفة أو حزب الله بيعمل عاصفة مع التيار بس حتى دكتور حزب الله اللي هو حريفكم الأساسي بعد ما علق على لقاء معراب وتؤخذ عليكم ممكن هيدا النقطة من قبل خصومكم بالعكس أول بزيت الليلي صار في اتصال وصار في بيان بيان من مين من حزب الله ما في بيان رسمي كيف ما تطلع بيان تطلع بيان أنه ما حصل في معراب إيجابي ونحن مع جنرال ميشيل عون في الرئاسة عن حزب الله لا يصدر بعد أي موقف نسمي باتصالات بينكم بين الحزب تصير مختلفة وليش كل مرة بدنا نحط حزب الله بالواجهة حزب الله أعلن الجنرال رئيس جمهورية ترشح الوزير الفرنجي قال له لا الجنرال عون شو بدني يقول له أكثر من هيك كل يوم بدني يقوله نحن مع الجنرال بس هل يزعجع هو اللي طلع هذا السؤال لا الحزب جيد ما أنه عنده مشكل بس عم بحضر الأجواء مع مين مع الحلفاء طبعا هل سيضغط على الحلفاء لتأمين انتخاب العماد عون عنده طريقته هو بالموضوع هدفه وصول العماد عون إلى رئيسة الجمهورية هذا الشغل اللي عم تشتغله نحن هيدا اللي بنياخده شو بدنا بالتفاصيل من زعج أنا عن حزب الله ولا مرة حكينا معه في تقارب مع حدا نعم إلا مش بس يشجع يجرب يسهل هذا الموضوع يجرب يسهل أنه نحن أي لقاء بين فريق وفريق بريح الوطن نحن معه ما كان يسأل هذا مع مين وهذا مع مين حاصة أنه في سيئة بين بعضنا في سيئة عام بين الجنرال والسيد ما بتسأل في سيئة أنه أنت اللي بديك تعمله مع الكارت بلانش وانت اللي بديك تعمله ما مع الكارت بلانش بدك أحسن من هيك لأنه إذا مشوف الأجواء الأعلامية وخصوص الأعلام لما أنه كتير مرحب باللقاء معراب بتوقف أنه إلغاء اجتماع كتل التوفاق المقاومة الخميس أنه بعض مصادر ولا موقف رغم أنه له أسبوع اللقاء معراب تم سامير جعجع حتى إن كان بحديثه للأم تي في أولى العربية بيقول حزب الله قادر إذا أراد على تأمين انتخاب العماد عون فورا وألزام حلفائه بدعم الجنرال طيب 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 تعطيني تفت وقت طيب لاش نحنا بدنا نلزمه هلأ لسه ما لنا بتنعمل ب24 ساعة لسه بده وقت ما فيك تعملها دغري هدفه واضح بلغوا للكل علنا نعم بلغوا لحليفه أنه مش أنت الجنرال عون بدك أوضح بناك بدك شغل هذا الموضوع وعم بيشتغل بس اليوم بنفس الوقت لا يبدو أن حزب الله يشتغل على باقي الأفريقاء منه الرئيس بره مثلا يلي كمان قاله موقف واضح اليوم بيقول أنه شو المطلوب بحسب رئيس أمير جعجع يجي حزب الله يحط الصاروخ برأسنا ويقلنا لا ما رح حط صواريخ برأس حدا ما رح يحط صواريخ الرابية حزب الله عم بيشتغل مع كل الحلفة وهن أبلنين هو بيعرف وانتم ما بتعرفوا لا نحن عارفين لأنه هناك اثنين مش أبلنين يعني في المرة ده وفي الرئيس بره الرئيس بره بحركة أمل وبالتالي هذا العقق الأساسي أمام تظهير موقف حزب الله حزب الله ظهر موقف ولاش بدنا نعيده كل مرة حزب الله ما عنده غيره اليوم في مقالب صعيفة السفير لداود رمال بيقول أنه المشكل ليس بالرئاسة بل بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة وأنه نفس الأسباب اللي خلت حزب الله يتحفظ على ترشيح الوزير سليماني فرنجية هي نفس اللي خلته يمكن يتريث اليوم لأنه ما بده أنه سعد الحريري يكون رئيس حكومة لا مش هيدا المطلوب على سعد الحريري وفي تهجم كان صار في تهجم نعم في تهجم رد على تهجم بالسياسي كل شيء بالآخر ينعمل أنا مش عاب بيحكي أنه دولة الرئيس سعد الحريري لازم يرجع مش عاب بيحكي بيحكي بهذا الموضوع بس ما في فيتو بالسياسي على حد نعم بس لما في تهجم يرد بتهجم وأقسى أكيد حقه يعني إلى ناحية حزب الله أنتم طمنين بالكم مية بالمية ما في أي مشكل أبدا لأنت إلا الحلفاء الثانيين سأبدأ من الناحية المسيحية مع الوزير سليمان فرنجية الموقف كمان هو واضح يطالب أن يقبل عماد عون علنا بالخطة بي في حال عدم تمكنه من الوصول إلى الوزير بس أقول شغلة الوزير فرنجية هو اللي بلغنا بالألفان وثلتعش أنه الجنرال عون هو مرشح طلب منه السيد سأله نعم ووزير الفرنجية كان دايما يقول مرشحنا نحن العماد ميشيل عون صح الرئيس بري مثل بحديث متلفز أنه خلي القوات الليبنانية قايدوا الجنرال عون لرئيسة الجمهورية أنا بشتغل بالرئيسة مثل البولدوزر نعم وإذا ماتف قابنا نستعين بوسيط اليوم سألوا عنا قال أنه حكي عن جميع مسيحة وليس فقط التقاء للقوات والتيار شوفها على التلفزيون شوفها على التلفزيون صار في لقاء صار في بين التيار والقوات الليبنانية اللي هني أكبر تكتلاي نعم بمسلوا على الأرض ما هيك شو بدون أكتر من هيك بدنا نجيب التفاصيل بعد لاش 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 ديس المرضى في المستقلين بس منهم بكركين كيف هني بيعتبروا أنه في البعض بالأقطاب المرضى والكثائف في المستقلين منهم بالأقطاب والتيار الوطن الحر وكل شيء بين حال نعم نحن نطلقنا من هذا الموضوع هون تتحدث عن رئيس برية حصرا بعد ايه طبعا طيب وعنه في يد السانيورة كمان رح رح يجمعوا اللبنانيين ويكون بمثل بيئته اللي جاي مننا نعم بس هاي رسالتك للرئيس برية لا هاي للسانيورة كمان طيب رئيس برية ما كتير عجبه كان لقاء مع راب على ما يبدو أنا ما بعرف إذا عجب أو مش عجب الحديث مع الرئيس برية منتهى في لقاءات عم بتصير وبتتوج بعد شوي بشي أكبر إذا الله راض من أي نوع أكبر يعني لأنه بعد في حكي ما نظاهر هلا في شي عم بيصير بيننا وبين ما نظاهر إن شاء بعد شوي شي ظاهر بدأ أعجل موضوع الوزير سليمان فرنجي كنت سألتك عنه أفزت على موضوع الرئيس بري اليوم الوزير سليمان فرنجي يطلب خطة تبنية من قبل عماد عون ليسحب ترشيح هذه الخطة هي فوتتنا بالحياة من زمان بس تحكي بالخطة الخطة ألاف معه شحد بيحكي فيها نحن عندنا الخطة ألاف ما في خطة به بس هيدا ما أخذوا عليكم إذا خطة ألاف يعني ما حكي هيك بالأول نحن بالأول كان عبي يحكي غير هيك ما حكي هيك بالأول لما طلع مع مرسيل غانم قال إذا أنا سمير جعجع بأيدي الجنرال أنا بمشي بعدين ما على الشيء أنه هلأ هني عبي يحكوا أنه نحن ليش طلعنا على معراب طيب ما هو قال مع مرسيل غانم أنا مستعد أطلع على معراب ونطوي صفحة الماضي ونبلش صفحة جديدة نعم أنه كيف هذا الموضوع نحن ما عم نفهمه يعني هلأ هني ما نتقدر لقاء معراب نحن نحن هني كانوا يفوضوا القوات اللبنانية ثلاث سنين يفوضوا القوات اللبنانية والطلاب كانوا يشتمعوا مع بعضهم ونحن كنا نبارك هذا الموضوع نحن مع أي مكون سياسي تالي لا يتفهم أو لا يتصالح نحن معه لأنه هذا كثير تعزز الوضع الأمني والوضع الارتياع على الأرض لدى اللبنانية يعني تأييدكم للخطة بي غير وارد مختلف لا ما في خطة بي وبالتالي ما رح يكون في لقاء العماد عون والوزير سليمان فرنجية كمان في اتصالات بعد بس شؤاله عازة إذا ما رح يفضل نتيجة شو بقدمه بأخر أوكي ما يفضي يمكن يفضي إلا نطول بيننا شوية ببناشعي جاهز ما دعوني يتلع ببناشعي ما بعرف بالسياسة جاهز ما بعرف مسألته للجنرال العليقة اليوم كيف توصفها مع سليمان فرنجية حليف بعده أو لا بلا حليف كيف مش حليف أكيد حليف باستراتيجية حليف الحليف الخصم لا مش حليف أو صار من الرئيس بره حليف منافس الحليف المنافس يعني هكي أنا بدي لك مش خصم يعني أكيد مش خصم طيب هذا بالنسبة للوزير الشلامية الفراجية رحكمل مسيحيا كمان الكتاب منو الراضي منو مشكل منو الراضي إجماع وغدكم توصلوا لكل طلب مننا أنه يصير في لقاء مع رئيس الحزب نعم صار اللقاء كتير قصشة تعجيزية يعني أنا بفتكر ما كان مطلوب اللقاء لحتى نفتح باب كان مطلوب اللقاء لحتى يصعدوا أكتر عظيم هذا رأيه نحن نحترم رأيه هذا نحترم رأيه ما عنا مشكل يعني ليش مين عنده إجماع بأي فريق لبناني عنده إجماع بوضعه مين عنده إجماع نعم مين عنده إجماع نحن 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 بالنسبة للمستألين بـ 14 أدار في قسم صار معنا مثل مين مش رح قول بطرس حرب موقف هو واضح أنا أش رح قول في قسم صار معنا أو مع القوة مش رح قول مين بطرس حرب مش رجع صرح دوري شامعون قال لو المزول لعماد عون ما بينتخبه مين بقى مستقلين مني بيعرفوا حاله مستلين أو غير مستلين في معنى قسم نحن نحن صار فيتكونا هذا القسم رح تنزلوا برأيك لسيناريو جلسة لعماد عون ضد الوزير الفرنجية ويردين وصلى لا تعوزوا هيك أصوات لا 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 ممنوص له السيناريو لا طب إذا بدنا نروح لطيار المستقبل الموقف الأساسي هو عنده شفنا اتصال من العماد مشاه العون بسعد الحريرة بالرئيس سعد الحريرة أول شي كان لفت أنه بدر العماد عون بالاتصال بسعد الحريرة بدر قبل بالاتصال بوليد جنبلاط الخميس الماضي بس مع الحلفاء ما بدر هو يتصل عم بهيئ الأجواء عبر حزب الله أو كيف عم تطير الأمور لا يعني كان رئيس كان الوزير الفرنجية بعد نحن برئيس كيف يتوصف الاتصال بين العماد عون وسعد الحريرة لأن البيان مصدر من الرابية صدر من سعد الحريرة ولم يكن إيجابية لنحيتكم صار اتصال وفعله تكملي هكذا بقل لك بس حسب موقف الحريرة يقول للعماد عون ضرورة النزول إلى المجلس النيابي لإنهاء الشغور في موقع الرئاسي وضغر بيبادر بعضه بنفس البيان ليقول أنه هو اتصل سعد الحريرة بالوزير سليمان الفرنجية طبعا ما عنا مشكلة ما حسيتوها رسالة مبطنة أنه نزلوا فرنجية ضدوان على الجلسة ما كان في حوار بينه وبين المستقبل صح بيقول له دولة الرئيس سعد الحريرة للجنرال كنت بتمنى أنه تثبت القصة ما زبطي عميل تقارب أنت والدكتور جعجاب سهل لأمور نعم نذكره نحن نقول له أنه هكذا وقفنا الحديث ما نحن ما وقفنا للحوار معهم لأهلا بعد في حكي معهم هل 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 معش ذكرته لا شو قال لكم شوف الجنرال رأيه بال دولة الرئيس سعد الحريري أنه كان صادق بحوار معنا ما كان عم بيمثل مقدر ومين كان عم بيمثل بوقت ما قدر لا وقت قال له أنه سعود الفيصل ما بد بس توفى سعود الفيصل اوكي أنا أعبر لك وقته أنا أعبر لك هل نعم هذا اللي صار واليوم بعد أن تكون نفس الثقة فيه لسعد الحريري لا تدخل بالسياسي الثقة إنه كان صادق لما كان يحيط الجنرال ويردى نرجع نرى اليوم لقاء بين عماد عون وسعد الحريري لماذا لا من أجل من أجل كل شي ما تقول بدو يعمل رئيس حكومة أنا أقول أنتم ليس طرحين رئيس حكومة لماذا أكيد طرحين رئيس حكومة لأنهم بمثل أكترية مش كل شي وهنا أنت موفى عليها حزب الله نحن نتفقنا حزب الله نحن نتفقنا حزب الله على الموضوع بس طيار المستقبل في حال لكل وافق معكم يعني الرئيس بر والوزير السلاميان الفرنجية وكل الأفريقاء وافقوا وما إجا طيار المستقبل بتفوتوا بقصة الميثاقية السنية الغايبة عن انتخاب الرئيس يعني أساس هو اتفقكم عن طيار المستقبل برأيكم ما رفضه طيار المستقبل من سنة وسبعة الشهر رح يقبل فيه اليوم هو عمش عم يطالب بإنجاز الاستحاء الرئيسي بلى طيب هلأ نشوف أنا بدي يقول شارلي حتى أنه طيار المستقبل اليوم نعم أنه مش كلهم معفلين نحن وقت كنا كان يقول أنه في قصة المستقبل ما رح ينتخبونا نحن في ناس كنا متأكدين أنه رح ينتخبونا هلأ بلغونا أنه رح ينتخبونا ما رح تشوف لهم لا من طيار المستقبل هنا 14 دور ما حلق اللي بعد في 14 دور انت بتعرف مسيحيين أو غير مسيحيين تبعطينا المعلوم لا لا بل بس مسيحيين لا مش ضروري من كل الطوايا سنع في خالد ظاهر الوحيد يمكن اللي أعلم موقف مغير بالطائفة السنية فيه أكتر فيه أكتر من كل المستقبل فيه أكتر مش ضروري من كل المستقبل عمل لك فيه أكتر طيب اليوم العلاقة بين القوات والتيار المستقبل في كتير علمات استفهم شو رح يكون مصيرها بالوقت كان فيه تأكيد قواتي أنه طيار المستقبل سيعلن عما قريب موقفا داعما لمبادرة معرب القوات حطوكم بهيك جو رسميا أو بعضه كلام صحف شوف دكتور سمير جعج عطي يقدم على هيك خطوة أول شي حضرها حضرها مع كل كدريته نعم ما كان قدر مشي فيها لو ما عنده ضو سعودي نعم عنده ضو سعودي طبعا أف تاني شغلة لحظة بس ضو السعودي يأتي إلى سمير جعج عم بدون أن يأتي لسعاد الحريري هي بتقررها السعودية ما بعرف يعني اليوم سمير جعج أو سعودية أو سعاد الحريري مش عم بقول قوة ومش قوة مش عم بقول قوة ومش قوة نعم فيه فيه طرق هنا فيه عندهم خطوط هنا بقدروا يستعملوها بس أنا بدي أهم من هيك نعم أنه كل هذا الموضوع صار فيه له حال يعني الأواعد الواتية كانت مهيئة وأواعد التيار كانت مهيئة نعم شو اللي زعجهم بهذا الموضوع بدي يعرف هذا الحكي يترك لي رئيسة الجمهورية طيب هنا اللقاء اللقاء ومصالحة بيرا كوة اللقاء ومصالحة بيرا كوة وتيار المستقبل لحظة لا ما بيرا كوة بلا بيان كتلة المستقبل حتى بيان رئيس الحريري لا لا أنا بيعطي بالعموم بالعموم نعم طيب سلاح حزب الله كان مؤدس قبل التفاهم مع التيار ما هيك نعم وكان بيمرقوا عجتتهم وما بيدقوا بسلاح حزب الله ما بدي يسمي مين بس صار التفاهم صار سلاح حزب الله غير شراء نعم هذا أول طرح بدي يطرح لك الكتائب تصالحوا أو تفاهموا مع حزب التأدوم الاشتراكي ونحن باركنا تأدوم الاشتراكي تفاهم مع بعد سبع أيار مع الحزب الله نحن كمان في يدنا نعم المرضى صالحوا مع الكتائب في يدنا طيب ليش نحنا بس مدينا أيدنا للقوات اللبنانية قامت أيام طيب ليش مزعجين لأنه يمكن اعتبروا ردة فعل على ترشيح إسلام أول شيء بدي أقل لك شارلي نحن صرنا سنة ونصف من نتحاور نحن والقوات اللبنانية نعم مع حزب الله حوالها ستة شرق أو أقل شوي ما كانت معروفة نعم مع بين القوات والتيار الوطن الحر كنت معروفة أقل عملنا ورقة النوية أعلننا عن ورقة النوية اليوم نحن أعلننا عن تفاهم على عدة مسائل ماذا يزعجون عن الموضوع ماذا يزعجون يقولون ليه لأنه ليس ردة فعل نعم أبدا ليس ردة فعل لكن بس بدأ جعل نقطة يعني عم يقول لك من سنة ونص نحن عملت حوار بتكون ردة فعل بس الحوار مش من أجل الترشيح خي شو ما كانت شو ما كانت لشوفير أنا معك شو ما كانت ليش مزيع الجينون لا مني عم بفهم لا هنا مزعوجين منكم أو من حليفهم القوات اللبنانية لا مزعوجين من أي تقارب بهذا الموضوع لا برأيك لأنه في مشروع إصلاحي ما بالدنيا في مافيا بتتظلم سيطرة على البلد بس ما سعد الحريري بقى رئيس حكومة وجاي رئيس حكومة إذا العماد عم تغلب رئيس الحكومة توقفها سعد الحريري ما قاله تغلب المافيا ما كانت على أيامه هو عم يدفع فويتيرا بيعرفوه بعضهم رئيس سانيورا بيعرفوا بعضهم ما رح يحكي عن الموضوع بيعرفوا بعضهم أو لرئيس برلطش هلأ متحفظ اليوم متحفظ جدا مش لا حدا كله بالألغاز والرسيل المشفرة لا لا تعرفين وإني بيعرفوا كل اللبنانيين قلتلك المشكلة أنه الجنرال عام بس يحضر حاله لا يفوت بالدولة لا يعمل إصلاح وتغيير يعطلوه ما هي عطلوه هالمرة واسئين طبعا في أحد المقالات ما نذكر بأي صحيفة تحديدا من الأسبوع الماضي بتقول أنه عشتوا هيدا المجد بين مزدوجين بـ 18 شباط الماضي وفقتوا على خيبة شوف هيدا المجد نحنا ما منعيش لألنا هيدا المجد للبنان حقيقتا نحن مؤمنين مش بس سايكي أنه عم نشتغل سياسة تاريخ الجنرال عون بيشرف لبنان لما بيوصل لرئيسة الجمهورية نعم ساعتها بيوقف كل شي مخالفات بيوقف النهب بيوقف مخالف الدستور والقوينين وبيستقل للقضاء لأنه ما في دولة بتستمر ما في قانون بيستمر إيش ما يجبت قانون كان ملكي أو ديكتاتوري أو شي وفي فساد ما بيعمل شي وأي قانون بتجيبه ما في خضاء مستقل ما بيقدر يعمل شي هوا اللي بدوا يعملون الجنرال طيب رح كون عم بحكي أكتر بالمشروع الرئاسي بيتين قسم الحلقة بس خليني يكمل جولة على الأفريقاء السياسيين وصلنا عند وليد جنبلاط موقف اللقاء الديمقراطي والحزب تقدم الاشتراكي بتخير ما حرم البلد فهمه تمسكوا بقان ريحله باركوا مبادرة معراب وذكروا بإيجابية بترشيح ستمين فرنجيين ثلاثة بواحد يعني في شغل يسيته شو انه الجنرال عام تنطبع عليه مواصفات اللي طرحوا على طاولة الحوار صح هيدا ضمن مباركة بس ما قلت لا ما قلت مثلا هيدا 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 أهم شي هيدا أهم شي يعني رح ينتخبكم وليه جنبلاط في حكي مهم مصلحته اليوم ينتخبكم مش عم بحكي مصلحة في وطن مش مصلحة شخصية من يعرف وليد جنبلاط يعرف انه اذا كان يعتبر ان الخلاف المسيحي سيء فالتقارب بين المسيحيين اسوأ ايه شفتها تعليقا اذا تقاربوا المسيحيين هو بيرتاح ما يخاف بالعكس مش نتحالفه ضده انت خبيا بتشوفه علي لا متحالف ضده ليش ما نتحالف ضده نتفاهم نحن وياه نتفاهم نحن وياه ما فيك تلغي انت مكوّن بس مع السيس بس ما بدك تتحالف مع الفساد او لا يشملوا كمان الفساد ولا يجنبلاط انا عم بيحكي الدولة بس نحكي دولة بصير فيه قطر لألة ساعة هل بده خالف بخالف بصير الحق علاية مش نحن ما نطاله القضاء بيطاله بيدعيه على التحييق بتماني قدار كيف علاقتكم مع باقي الافريقاء غير حزب الله والوزير الفرنجي والرئيس بري معمين قل لي معمين رحبا المير طالر الارسلان جيدة ما سمعكم ولاحظات وقت زرتو بالعكس ايد من سوريا ايد ترجاع العماد عون هو معه من سوريا ايد ترجاع العماد عون الى دلالتها طبعا رئيس الاسد مع العماد عون اليوم مش مع الوزير الفرنجي ما بدك يحكي رئيس الاسد مع مين رئيس الاسد بهم ويجي رئيس يحفظ الامن بلبنان ويضبط لحدود يعني المير طالر الارسلان معكم نعم القوميين معنا كمان البعثيين معنا مع انه موقفهم بميل اكتر انه لازم يركون في تشاور اكتر بتماني ادار ان كان نايب طالر الارسلان هو حكا عنه شكل واضح ان كان القوميين كمان موقفهم واضح بهذا المجال نحن لازم نتشاور ما نكون عم نعيش هذا الخلاف بتماني ادار هذا الموقف الرسمي طبعا واخدته بالنصيحة ايه طبعا وعم تشاوره صح ايجابا تشاور دايما بنتهي ايجابا بيكون في عتب ايه بيكون في عتب يمكن ما كان في عتب انا عم بقول تشاور عم بيكون كتير منيح ايه طبعا تأيو بالدولة الرئيس مشيل مر كمان كمعكم كلف فرقاء بالتيار يشوفوا كل الفرقاء على الارض مش اللي معنا حتى لانه هنه منهم معنا بالسياسي عم نحكي معهم ادي عم بيكون في قبول صار معكم 65 نيب لهلا وبعد لا ما بدي احكي اديش معنا وما معنا قبول الوضع جاي الوضع منيح واعد ايمتا نبلش شوف ما تيجي او بعد بكير ايه بعد بكير هلا مش بثماني شباط يعني اكيد يمكن يكون قبل قبل ما في جلسة هي جلسة تمانية هلا هلا اذا عمين اتخابت له واحد هلا بتدعو لجلسة هلا بزعله الرئيس بري بتاخدو الحق منه من الدعوي لا بنطلب منه لا يعني تنحسم الجول اذا بدنا نقول على الافريقاء انتو بالنسبة لقلكون بثماني شباط ما تكون متماسكين بالموعد انه هو النهاي للقاء معراب او تكريس هذا الاتفاق بتستبعد التهاب الى خطوة بمرشحين من ثماني ادار او انقصام بين الفريقين كمان بالنسبة للعلاقة مع سعد الحريري ستبقى مفتوحة والاتصال السيوتاب عرغم موقفه هلا ومع رئيس نبيه بره الاتصالات كمان مستمرة صح هيدا الجوجل في حضن سينيا من الافريقاء لا ومع رئيس الحزب التعدم الاشتراكي فتاذ وليد جنبلاط لميميال صار اكتر اليوم بينكم وبين الوزراء بدا شغل طيب بتروح شوي الى الجو الخارج قلتلي انه سامير جعجع ما كان اقضم على هذه الخطوة لولا الرضا السعودي كمان في كتير تحليلات حكت انه سامير جعجع ما كان ليقدم على هذه الخطوة لو لم تكن علاقته بمملكة العربية السعودية سيئة وبنيوا شوي على قصة الدعم القطري له الخطوة بيقولوا انه قطر دعمته مش السعودية لا فيماعه ضوء اخضر من السعودية من مين بالسعودية تحديدا ما بعرف السعودية حكي على الاعلام فيها وانه قريبا بصير في جو اجابة بيطلع زال الفيتو على العماد عون بالسعودية ما كان فيه فيتو على العماد مش هلعون ما انت قلت لنا انه سعاد الفايصل كان لقل لك لما اجه الدكتور جعجع لما اجه على الربي وقت النوية حكي بهذا الموضوع انه ما شعر انه فيه فيتو على العماد عون بالسعودية يعني كان ساعد الحرير ايمان وصادق بهالنقطة لانه وقالكم انه الفيتو من السعودية ما امتل لي توفى اليوم العال الحكم الجديد ما فيه فيتو لا هيك عرفنا من وقت النوية السفير السعودي بعد ما عنده ولا موقف بهذا الاطار بينما وقته مبادرة ساعد الحرير ايجاه سليمان فرنجية كان له موقف ايجابي ومن معراب حتى بس ما قال انه السعودية مأيدي اما شي كان كتير حذير تحديدا استعمل تعبير سليمان باك فرنجية بارك الخطوات مما علىها استعمل بس ما قال انه السعودية مأيدي هو شخصيا مبارك متوقعين ومعه حق انه اي تقرب هو بيبارك اي قطوة هو بيبارك هيدا ديبلوميسية متوقعين مبارك السعودية علنية قريبا هي بيعرفها ببنغولة دكتور جعجع مش لألنا بتوصل عبر السعودية او عبر سعد الحريري المبارك مش ما ما في مشكلة ما نقول لك ما في زعل بين الحريري وجعجع ما في زعل ما في زعل في الشصاف لا في تواصل في تواصل في تواصل هو قالنا انه من قطع التواصل في حكي بعد الولايات المتحدة معكن او عليكن بيهمنا اللبناني كنوا معنا بالنتيجة السعودية همه كلا لو توصلنا امريكا او طلهم انا عم بحكي واقع بس نحنا كنا لما حكينا مع سعد الحريري بالزمان كنا بدنا اللبنان السعاء نحنا انه نعمله لبناني طيب ابنا فوض الفاصل ايران مصلحة التسوية اليوم او نطرح يوار مع السعودية لتحط التسوية كلها بفرد سلي ملف الرئاسي بياد سمحت السيد حسن نصر الله ما بيحكوا بالرئاسي ابدا حزب الله مصلحته اليوم حزب الله مصلحته اليوم يكون الرئاسة منفصلة عن التسوية بالمنطقة او لا حزب الله بده رئاسي على السريع تضبط الامم باللبنان وتحفظ الحدود نعم بعد الفاصل بدنا نفوت اكتر بالبرنامج الرئاسي كنت بلشتلنا محاربة الفساد تعزيز القضاء كل هيدا النقاط رح نحكي فيها وبغيرها فاصل وانا عود المتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا دكتور بيار رفول المنصق العام للتيار الوطني الحر عودة للمتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا المنصق العام للتيار الوطني الحر دكتور بيار رفول منكرر ترحيل فيك دكتور حكينا بالمواقف السياسية بدنا نروح اكتر الافعال هلأ من التهم اللي كانت لقلكم بعض لقاء معراب انه فردتوا بقضية السلة الكاملة اللي انتم كنتم بتحطوها شرط يعني مشان انتخاب اي رئيس تكر ما سمعوا النواية شو حكيين في ايون نحن او سمعون الايون غمضين لا في قانون انتخاب جديد عالم هذا ما ترح ما كان بيقوله بس ما حددتوا نسبة مختلط ارتوديكسة اكثر يعطينا يعطينا حقنا نحن كتيار وطني حر بدنا نسميه على سعيد اللبنان دايرة واحدة هايدي متعزز طرح الوطني ببطل يصير طائفي بيقبلوا فيها الوات اللبنانية هايدي ما بفتكر انه قبلوا فيها في غير في غير في كذا قانون يعني هني مشروع المختلط اللي قدموه مع تيار المستقبل في اكتر من مشروع مشروع الخمسة عشر دايرة وثلاثة عشر دايرة لكن ما قدر ما هو الوزير ما هو مشروع الصوت الواحد او الصوتين كل واحد بينقئ اثنين كل بينقئ شخصين مرشحين نعم في كتير امور هايدي عم تندرس هلا وقف الفساد هايدي بدو سير قبل الانتخاب موضوع عنون الانتخاب قبل الانتخاب او بتسمي الانتفاق عليه قبل بعدين منبلج نعمل انتخاب بعد الرئيس او قبل الرئيس مع انها مشكلة انتو الهدفكم اليوم انو توصلوا الانتفاق على قانون الانتخاب قبل الرئيس او بعده لان اذا بنروح للجل نيابية بكرة اخر مهل لما بيكون في سلة متكاملة نعم شو عطفر اني معك اي واحد بتصير قبل الثاني ولا بصير في تفاهم علي بس انتكون متفقين نسبة اكتر مختلط ارثوديكسي اللي بيعطينا اكتر نسبة نحنا لقلنا بيعطينا ان شاء الله يعطينا 64 نياب نعم بقية الطواقف كل الناس يطلع لها حصة بمجلس النيابي نحن مش عم نطرحه كمسيحيا نعم بس نحنا مسحوقين مسيحينا مطلع 17 نياب بس واتفقتوا انه الانتخابات الجاه رح تخضوها جنبا الى جنب مع القوات اللبنانية لا ما اتفقنا على هذا الموضوع اتفقنا على فينا نعمل كل شي فينا نروح اكتر من هيك بعد بس ما اتفقنا اكتر من رئاسة ونية بما فيكم شو عاد فيها اكتر تنصوه رح زو واحد لا لا في اشياء كتير معملها بالدولة سوا طيب البند الثاني غير انون الانتخاب بالنسبة للحكومة تفعيل العمل الحكومي تفعيل العمل الحكومي بالعهد الجديد طبع ولا كيدية في صرف الاموال للمشاريع هذه نحن محروقين فيها ما بتصير الا معنى نحن كل المشاريع مش هتقل الا مشاريع لنحن طيب اليوم سعد الحرير رح يكون حصرا رئيس حكومة العهد الاولى لا نحكي اذا اخذنا منطق ديمقراطية التوافقية بس ما حكينا نعم نأكد هذا المنطق انتو بتصوتوه يعني كتيار وطني حر اذا تصار فيه تفاهم على كل شي اي اي نصوت له لانا نصوت له لالقوات حسب ما فهمنا موقفهم رح يصوتون له اي نصوت له نحن حكومة وحدة وطنية اذا بدك حكومة وحدة وطنية المقاعد المسيحية مستفعيل الحكومي نعم المقاعد المسيحية رح تكون موزعة بينكم للقوات حصرا لا بين كل الناس يعني لاش بيننا واني عم بيقولوا انه كان يطلع لهم بالكاد يطلع لهم وزيف نعم نقل له قد ما بتمثل بيهم بكل فريق قد ما بمثل بيهم الكتائب اذا ما انتخبوكم بيطلع لهم وزارة لا لا بعرف حسب رئيس الحكومة الجديد لا حسب الانتخابات الجاية تشريعية فدك تشوف كل واحد داش بيصير بيمثل لا اذا بها المنطقة الحكومة تصير قبل انتخابات تشريعية لا مش ضروري كيف هيدا لا فيك هالحكومة تعمل لانتخابات بتصير قبل الرئاسة ايه عم بقول لحظة انتوا بتكون انتخابات تشريعية قبل الرئاسة ما عنا مشكل شو منتفق المهم تكون سلية متكاملة نعم هذا اللي عم نحكي فيه بالحكومة الجديدة فيه شعب جيش وشعب ومقاومة شوف الدول العربية اللي حوالك ايه عم نشوفها شوف ايه شعب وجيش ومويوامي مش هيك بس سامي جاجع بيقول انه بس سلطة الدولة وحدها على كامل الاراضي اللبنانية فسروا انه صاحب سلاح حزب الله مش هيك ابدا هو يفسروا عملك هو يفسروا اوكي كيف وكما انتوا ايه عمني الاتفاق لا لا انا عم بيقول لك شوف المناطق اللي حولينا كيف عم بتقاتل اليوم البعد عم بتقاتل مش شعب وجيش ومويوامي حلا بيوجه اسرائيل ما احد عم بيقاتل لا 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 شو بيوجه اسرائيل انا عم بيقول لك شوف البرا نعم بليبيا مين عم بيقاتل مش شعب مع الجيش هلا ما في دولة اصلا بليبيا وداعش يتمتد يعني سوريا العراق نعم هوا دي مين مش كلهم سوا عم بيقاتلوا الحج طيب سموا الحج الشعبي صح صح والدفاع الوطني بسوريا هوكي دي وصل على لبنان انا نعم وين سلاح الجيش شو معه سلاح تيقاتل الاسرائيل السعودية هلا ابدأ تعطي سلاح وين هو ما بعرف خلص خلص ثلاث مليارات راحوا المليار طار بس ثلاثة بعد في قص منهم ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء المي سامسرة ما بعرفين اني خمس شركات عم تتصارى نعم ثاني شغلة بتجيب السلاح اللي نيقل نزوم مش متل ما تحكو علينا بال 47 ميلان نحكا بالصحف انه كان في حضر سعودي انه مش كل شيء بير لبنان بياخذوا في اشيا مسموحة او اشياء لا ما ننوصر واصلاك علي اول شيء ما في سلاح للجيش اللي عرضوا يأخذوا سلاح هبا مقابلوا فيها كان الروسي او الايراني او الايراني طيب انا بدي افترض انه سمحت السيد اعلن بذات نهار هايكي فجأة انه نحن خيبنا نسلم سلحنا للجيش طيب هذا السلح تدمر تاني يوم هذا سلح بيتدمر تاني يوم لانه الجيش اللبناني ممنوع يمتلك اسلحة راديعة ضد اسرائيل معي لها الحديث اما لا بجي وبني هلا انا معك بس سمير جعجع معك لما بيقول بطلطة الدولة لسامير جعجع وللكل نعم ممنوع على الجيش اللبناني يمتلك اسلحة راديعة ضد اسرائيل هيدا سلح حزب الله اسلحة راديعة ضد اسرائيل اذا بتخليه موت على الجيش خليه حد الجيش بس هنه مش يهمينه هيك يعني هنه بقوله انه الورقة النيات والفنوط العشرة هي اقرب لمنطق 14 اللي مصيطرين على الوضع الاستسليحي باللبنان اليوم نعم يعطونا سلحة راديعة ضد اسرائيل ما السيد حسن قال نحنا يا خي ما عنا ما كتير نحنا مبسوطين دل حملين سلاح وقاعدين بالمتريز عنا غير شغل لقي لي لقي لي اسلحة راديعة ضد ضد اسرائيل ونيها الاسلحة الراديعة يعني انتم متمسكين بطولة شو جيبوا سلاح للجيش الا اللي جيبهم بصداءات وبالبلاش تقريبا جيبون الرئيس اميل الحود من الامريكان اللي كانوا سلاح الامريكان اللي كان بالمانيا ما بعرف اذا فوتروا بالسر عنه وابضوا حقه هو جيبهم بلاش هالسلاح اللي عم بيقاتل في الجيش اليوم ما نشره سلاح للجيش كذب هذا من 25 سنة لانه كان في فكرة ما بدون جيش كان في فكرة ماشي باللبنان ما بدون جيش وانا بدي يقول له من هاله هون من هون ما عنده جيش ما عنده كرامي ونحنا على حدود عدو بس منفهم الحديثك انه متمسك بقاء المقاومة كيف لك من هالمنطلق هذا لا يوجد سلاح للجيش اليوم لا يوجد سلاح للجيش اليوم لا نحكي نحن وياما بعدين بالمنطق كل شي بيمشي السلاح حزب الله صار اليوم وضعه اقليمي وليس سلاح للبنان كون وضع اقليمي بدنا نحكي عن القتال بسوريا كمان هيدا بند هي البنود العشرة لورقة الانيات بينكم والقوات كمان لما سؤل سامير جاجع بحديثه عن المسلحين والسلاح قال كلهم يعني كلهم وضمهم حزب الله ورقة النواية نحن بورقة النواية ما أنا مذكور هي مذكور المسلحين والسلاح جيب لي ورقة المؤية والبرقل حكينا عن حسب اتفاق الطائف بالاتفاق السوري اللبناني اللي صاري نعم لبنان لن يكون ممرا صحيح او مقرا او مقرا لا الناس ضد سوريا ومن سوريا كذلك الامر نعم طيب استشهد هل يقول استشهد لبنانية أكثر من خمسمائة واحد هذا حسب احصاء الامن العام هي من ثلاث سنين نعم قبل مرة حزب الله على سوريا حتى هو دعم تقول عنه استشهد حتى هو دعم تقول عنه استشهد هني راحوا ضحايا حرام أنا بدي يقول راحوا ضحايا بس خليني يقول استشهد خيه نعم طيب مين بعتهم على سوريا مين بعت سلاح على سوريا مين بعت مال على سوريا مش من لبنان راحوا هذه اللي تفلط أول واثنين وثلاثة نحن القطنا لتفلط اثنين نعم بس عدة تفلطات اجوا هاو دي من وين انت راح على سوريا 2013 نعم 2013 راح سوريا ليش ليش اول شي في كذا ضائعة بحوض العاصي لبناني بس ضمن سوريا عطودي عليهم وتهجروا عطودي على حدود لبنان وين دخل حزب الله حتى ما يمنع الارهاب يفوت على لبنان بس اليوم صار ابعد تدخل مفتحة كل دول العالم سوريا مع القريب اكتر دول العالم اكتر من مئة دولة ينطرون ان يجوا عنده على المتريس له لا بس اذا بدنا نحكي بعد انتخاب الرئيس بحسب البنود العشرة حزب الله سيبقى يقاتل في سوريا نحكي فيها من هلها الوقت تكون خلصت بسوريا لما يكون انتخاب الرئيس بعد عشر سنين لا لا من هلأ شهرين تكون خلصت بسوريا ماكسيموم اخذوا عليكم من ثلاث سنين بعدك عم تعيده شو عم بعيده من ثلاث سنين كمين توقعته انه تكون الامور بنهيته الروسي هاي ما تفت بتشرين ماكسيموم بده ست شهور انا عم بلنا لشو ارى الروسي بس الروسي ما حط حدود لحاله انا عم لك ماكسيموم ماكسيموم من ثلاث سنين تكون خالصين بسوريا حفظا اذا اذار تخلص يجب ان تكون خالصة متفقلين كثير في هذا الوضع طبعا تشوف الوضع العسكري بسوريا وين صار عم نشوف ريف الليدقية عم نشوف مناطق اخرى بس كمان بعد في حلب المدينة بعد في ادلب بعد في دير الزور سهل الغاب لا لا سهل الغاب كيف راح اولاد راح اسم على جسد الشغور واسم على ادلب يعني انتم مراهنين انه مش مراهنين في خطة عام وضعت خلال ستة شهور لازم سوريا كون الدولة يمسكت الوضع بسوريا بس حتى المسؤولين السوريين ما عندهم هذا التفاقل انه بعد ثلاثة شهور انا عم بقلك الروسي شؤال وانا مقتنع بهذا الموضوع عم بقشه على الارض يعني مشان هك انتم ما بتعلقوا كتير اهمية على البندل قتال حزب الله مش عم نقلق انا عم بحكي واقع انت بجيش اللبناني فيك تحير باسرائيل اليوم مستفرس الجيش اللبناني شو بيدي يعمل بعدين روح يسألوا الجيش اللبناني هل هو بحاجة للمؤاومة ام لا خلا نسأل الجيش اللبناني مش يجو هل بقعدوا لي بالصالوني يقول شو يفرقوا حاكي جيبوا سلاح الجيش نوعي بالأول قبل ما يحكوه جيبوا سلاح نوعي للجيش قبل ما يحكوه كنا عم نحكي عن سوريا كنا بدأ اجعل سؤال سامي الجميل عن العلاقة برئيس سوريا دكتور بشار الأسد كيف رح تكون ممتازة خسرت أصوات الكتاب ما على الشي خمس نوار سبقونا كثيرا سبقوكم بثمانينات لا ألا كمين عم يطلعوا اتصالات هاتفية خلص ما بدي أحكي برمونا فتوصل دايما على شو بلو توصلنا من السلوية بيقول لك شغلي انه هاو دي مع مين عبي يحكوه عبي يحكو مالا نحنا طرح بالأعلام نحنا اتلنا السوريين هنه اتلوا السوريين وين اتلوا السوريين هنه ونحنا اليوم صلحنا مع سوريا نعم طلحنا من الناد للناد وهن هكي بيحكو انه الجنرال عون كان خصم شريف وصديق شريف نعم بحرب تموز اي دولة فتحت لنا حدودنا ظلت مفتوح حدودنا لسوريا الجو سكروا والبر سكروا والبحر سكروا يا خيي هذه الجغرافيا ما فيك انت تلعب فيها بس انا بيعتبر ان لازم تنقب نفسك عن الصراع الداير هونيك حسب موقف الكتائب ما نقنا بنفسنا نحنا يا خييي ما عمل لك كل لبنان صار هونيك هني ما طلعوا نوابهم وطلعوا مع النواب اللي طلعوا على عرساله وقالوا ما في قاعدة باللبنان عرسال لبنانية عرسال لبنانية نعتبر ضمن الحدود اللبنانية هني بعضهم نعم وقت هطلعوا على النايك المرونين بله طيب اوكي شو قالوا طلعوا في قاعدة ام لا لو لاحظوا بالله ان كانوا شو بديني يعملوا مع القاعدة ومع داعشهم كانوا اللي حيفرق بيناتهم هو اللي عملوا حزب الله بسوريا ما حدا عملوا لبنان اكتر من سوريا نظف الحدود طيب اذا بدي فوت على الملفات الداخلية انت قلت لي الليل كل بيرفضكن يمكن بيرفضوكن لانه شعارات اللي لجيين فيها مكافحة الفساد وتعزيز القضاء وما بعرفشو كأنه بدكن تقضوا على طواقة كاملة موجودة اذا فاسدي لاش لا يمكن نحنا نظالمين الناس خير نحنا بنا نحط كريتير لكل اللي خلي الليبنانية يقولوا لا الليبنانية قابلين بهذا الموضوع لكسرويتهم عمت النهب يا زلمي بزبالي صار قوة بس بمطرح بحسب تركيب الليبنانيين انتم التغيين تتحالفوا معهم لانه هن الممثلين الاكبر بيطوقفون هؤلاء تتحالف معهم ونوقف الفساد نحنا مفتنا بنادي الفساد والمحاصصة هاي دي جريمة هيا كيف لك لانه جربتوا تعملوها وزريا ما مش الحال جربتوا نيبيا ما مش الحال بدك تلقت السلطة بس تلقت السلطة بتعملها بس رئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات ليلة السلطة بكرا ما شوف اذا عنده صلاحيات اما لا بكرا ما شوف بكرا ما شوف رئيس الجمهورية حكم ما فيكن كخة بيقسم محافظة على الدستور نعم ما هيك صح هو بتطبق القصر لاغتوا الموضوع الرئاسي برأيك رح نوصل لرئيس قريبا او متل ما بيقولوا انه كل شي عم بصير اليوم هو مناورات ولعب الوقت الضاقع وكل المبادرات ما رح تقدي لوصول رئيس ولما بتصير في كلمة سر قارجي ولحظة التسوية ساعتها ينتخب الرئيس نحنا نسعى بغيرنا مش عب يسعى انه يغير هذه مشكلته ردخ تنبل اذا بدك تنبل للوضع تسلم نحنا مرح نقبل مش لهيك رفضينا مش رح نقبل لانه مش عم نتكيف مع حدا تكيف بالحق مش بالباطل نحنا عنا مصلحة لبنان خي جنرال عون مانا لازمت له رئيسة الجمهورية دقوا له وزمروا له قد ما بدك كان رئيس جمهورية ورئيس حكومة وقائد القوات المسلحة شو بعد بده اكتر من هكين سنتين نعم جاي لانه وعد هذه الناس الشهده الاحبه انه انا بدي اقملكم وطن لأولادكم يعيشوا فيه بامان و باستقرار هذا اللي بده يعمله وما فيه يعمله إلا نظيف ما فيه يعمله إلا قوي ما فيه يعمله إلا مستقل هذا الجنرال عون تاريخوا هكين بدأ انتقل بهالوقت بانتظار الجديد